تتزاحم الشكوك والتحليلات حول الأيام المقبلة الحارجة لمنطقة تعج بالمتصارعين فيها وعليها ولا شيء في الأفوق اليوم كما الصراع الأمريكي الإيراني ترسل واشنطن بوارجها إلى الخليج وتطبعها بقذفات قنابل عملاقة وتحذيرات متتالية وكل هذا مبني على معلومات قالت عنها الإدارة الأمريكية أنها تحذر من نية الإيرانيين مهاجمة المصالح الأمريكية إيران لن تجد ساحة تجمعها بخصومها أفضل من العراق الذي يقول الكثير من ساسته أن اليد الإيرانية هي الأميرة النهية هناك فبعد أن نجحت الأخيرة بتشكيل ميليشيات ترتدي قناع الدولة بنسخة مشبهة للحرس الثورية باتت هذه الميليشيات رأس الحربة الإيرانية في العراق وتلوح بها في المنطقة سليمان في بغداد قبل أيام قليلة بصورة لا يبدو أن نشرها كان عفويا فالرجل ظهر برفقة أبو مهد المهندس وشبل زيدي أبرز قيادات الميليشيات في العراق وإذ يرى البعض الصورة ضمن الحرب النفسية بين الطرفين إلا أنها أظهرت سليماني وكأنه آت ليلقي على رجاله في العراق خطة المواجهة مع واشنطن في حال اندلعت كما تظهر من زاوية أخرى مدى نفوذ طهران في العراق فهي وشواهد أخرى غيرها تفند حديث شركاء العملية السياسية عن استقلالية القرار والسيادة وعن ما تسمى سياسة النأي بالنفس فأي نأي وسليماني ينظم صفوفة في بغداد ساحة المواجهة المتقدمة بالعين الإيرانية صراع لا يبدو أن أركانه متحمسون له فلا إيران المثقلة بالعقوبة والاقتصاد المنحدر بحال يؤهلها لإشعال المنطقة ولا يعد تهديدها بإغلاق هرمز سوى لهجة معتادة منها ولا الولايات المتحدة تريد سقط في مستنقع حرب آخر وقد كان العراق لها عبرة لكن رسائل التهديد العالية بين الطرفين قد تصل ذروتها إذا حملت على بضع صواريخ كضربة سباقية وستحتفظ إيران حينها على الأرجح بحق رد كما الحال في سوريا مع الكيان الصهيوني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر